وللحديث عن الصحافة في يومها العالمي ومعاناة الصحفيين في العراق معنا من بينها الصحفي والعالمي العراقي الأستاذ زياد أسنجلي أستاذ زياد بداية مرحبا بك يمر هذا اليوم والعراق ما زال متأخرا في قوائم حريات الصحافة ومتقدما في البلدان الأكثر خطورة على الصحفيين أستاذ زياد من يحارب الكلمة في العراق؟ نعم تحياتي لك ولكل مشاهديكم الكرام في كل مكان في بداية احتلال العراق بعد 2003 وبعد أن تشدقت الولايات المتحدة الأمريكية بالديمقراطية ونشر الحرية وظهر الدستور العراقي الذي كفل حرية التعوير ولكن كل هذا الأمر لا يعني أن العراق دخلها في مرحلة الديمقراطية وحرية التعبير والعمل الصحفي والإعلامي بصورة حقيقية مشاهدة العراق بعد 2003 سجل استفاع كبير جدا على مستوى الاستشار الصحفيين وعصابة الصحفيين واعتقال الصحفيين وقبع الصحفيين في العراق هذا وقت الأرقام المتحدة في العراق لتنوات طويلة تقصر العراق طائفة الذين استشهدوا في سبيل الكلمة الحفظ وهو من قبل الرسالة الذين بالبداية هم الذين سنوا هذه هي القواني وقبع الصحفيين في داخل العراق ثم من بعد جاءة الأحزاب والميليشيات التي كانت مرتفطة في إيران ثم حملت ضمن منظومة الدولة التراكية وقابت في هذا العمل أيضا حتى أصبح الأمر الطبيعي جدا بحيث الوزارات ترسل كتب رسمية بعدم التعامل مع القنال سولانية أو القنال سولانية وهناك قنوات كثيرة حوربت ولعل الرافضين من ضمن القنوات التي حوربت من أجل كلمة الحق في العراق وعدم التصريح لها وكذلك العاملين في مجال الإعلامي والصحفي الذين تم استهدافهم بالقكل مباشر أو التهديد أو التنكيل ولذلك فشأ نشاهد أرقام وخيفة من الصحفيين هاجروا وتركوا العراق لأنهم لا يؤمنوا عن نفسهم ولا يوجد قرية للكلماء في داخل العراق أستاذ زياد منظمة مراسلنا بلا حدود قالت أن العراق ما زال في البقعة السوداء في البقعة السوداء للبلدان الأكثر خطورة بالنسبة للصحافة والصحفيين أينما كان من الخطر أستاذ زياد يعني من يتحمل مسؤولية حماية الصحفيين في العراق؟ نعم الحقيقة الحكومة والحكومات المتعاقبة في داخل العراق لم تستطيع أن تؤمن حياة الصحفيين والعاملين في مجال الصحافة وهنا لا نذكر فقط العراقيين حتى مختلف الجنسيات الأخرى تم اختطافهم تم المساومة عليه غلق مكاتب مكتب رويسلز قبل فترة أغلق نتيجة التقرير نحن نتحدث عن منهج انتهجته هذه الحكومات المتعاقبة في غلق المكاتب في محارسة الصحفيين ولذلك نتحمل مسؤولية كبيرة هي الحكومة العراقية وكذلك لم تستطيع لحد هذه اللحظة أن تثبت نتائج تحقيق واحد من أجل استجهاد صحفي واحد في داخل العراق يعني الحكومة عجزت عن تقديم أشخاص العدالة بعدما تم قتل العديد العشرات أو المئات من الصحفين والعاملين في المجال الصحفي والإعلامي لذلك هناك عجز واضح وصريح أو بتعبير الأدق هو تواضع حكومي من أجل استهداف الصحفيين والإعلاميين في داخل العراق من وسائل الإعلام المحلية والدولية عمليات الاغتيال للمنظمة والاعتقالات والاعتداءات للصحفيين دون محاسبة الجناة يعني كيف انعكس ذلك على الجو الصحفي على انطلاق الكلمة الحرة لا تشك بأن هناك داعيات سلبية وخطيرة وكبيرة هناك التعسيم الإعلامي هناك منع الصحفي والإعلامي من تقطيع الأحداث المهمة في العراق هناك حصر للأخبار باسم الناطق الرسمي يعني هناك في الداخلية ناطق رسمي وزارة الدفاع ناطق رسمي هؤلاء حصروا الأخبار لديهم ويقللون دائما أو يتلاعبون بالأرقام الحقيقية التي تحدث في العراق سواء إذا كان لدينا شهداء من المتظاهرين سواء كان لدينا شهداء من قبل طوات الأمنية هناك عمليات الاغتيال من قبل الحشد وغيرها أحداث كثيرة حقيقة في العراق ثم تلاعب بها لذلك أثرها ذلك بشكل واضحة صريح على العمل الصحفي في داخل العراق وقسم منهم من للأسف خرج حكومة بغداد ذهب للأقليم لأنه وجد الملاذ العامل وقسم منهم ذهب إلى تركيا أو إلى الأردن كثير من القنوات الحقيقة غادرت مكاتبها العراق وأخذت لها مكاتب في دول أقليمية نتيجة الخوف من بطش الحكومي وتسيير تلك الميليشيات التي لن تستطيع الحكومة إدانة أي شخصية قامة بالقتل أو استهداف أو تهديد الصحفين في داخل العراق رغم كل محاولات التشويه الحكومية وفضل ويعني من خلال ممارسات القوات الحكومية والميليشيات ضد ثوار تشرين هل تراهم نجحوا في سد أفق الشمس في تشويه الحقيقة؟ لا شك بأن اليوم العالم تطور وأصبح هناك مجال التوشيال ميديا لا يحتاج إلى تامرات ومعدات كبيرة وكذلك هناك حرية في بعض القنوات التي أخذت على تعاتقها من خارج العراق نشر الأخبار ونشر الحقيقة المجردة من داخل العراق وتحدث الكثير من المصاعب والكثير من المشاكل والعراقين التي وضعتها الحكومة العراقية بالتفاوض مع الحكومات أو الدول التي تصغيب هذه المكاتب وهذه القنوات مثل ما حدث مع قناة الرافضين التي تنقلت من بغداد بعد استهدافها بسيارة مفققة من عمان إلى مصر من مصر إلى تركيا لذلك هناك حرب حتى سياسية على تلك القنوات واستخدام النفوذ السياسي والمال العراقي تكتم صوت الحقيقة ولكن بكل تأكيد الشيء المفرح بأن هناك من نظر نفسه لطول كلمة الحق في داخل العراق وخارج العراق ويعمل من أجل العراق والعراقيين ومن أجل القضايا الوطنية وعدم تغييب الحقيقة التي تحاول الحكومة وأذرؤها من قبل الفصائل المسلحة والميليشيات تنسها بكل الوسائل المتاحة لذلك المرصد العراقي لحريات الصحفية وثق استشهاد ثمانية صحفيين منذ بدء تظاهرات ثورة تشريم إلى أين تتجه الحريات الصحفية أستاذ زياد؟ هل يتجه العراق الآن إلى نظام بوليسي على غرار النظام الإيراني؟ لا شك بأن النظام الإيراني ترك ضصمة كبيرة في العراق وفي مناطق نفوده وحتى بعض الدول الأخرى مثل لبنان حزب الله ومثل سوريا بشار الأسد فكذلك العراق لا يختلف الوضع عنه والحوتيين في اليمن الحقيقة النظام الإيراني والحرس التوري الإيراني يدرك أهمية دور الإعلام في نشر الحقيقة وحاولت جاهداً خلال هذه السنوات وخاصة بعد اندلاع ثورة تشريم ثورة الحرية الثورة المجيدة في العراق التي أرثت مفاهيم جديدة لدى العراقيين أرثت مفاهيم نشر الحقيقة في داخل العراق ولذلك أنه يشاهد استهداف شخصيات وإعلاميين وصحفيين وناشطين في ساحات المظاهرات وحتى المسعفين الحقيقة هناك فئات كثيرة ولكن الصحفيين الأكثر استهدافت كونهم الحلقة الأهم في نقل ما يجري الآن في داخل العراق إلى الأمم المتحدة التي انتبهت الولايات المتحدة والقبرى والاتحاد الأوروبي انتبهت لما يحدث في العراق من انتهاكات في ثورة تشريم نتيجة الدور الصحفي والإعلامي المهم والناشطين الذين دائماً ما يفكرون ويصورون وينقلون الحقيقة فيما يحدث في العراق إذا نساء الصحفي تم استهدافهم بقوة هذه المرة من فيينا الصحفية والإعلامية العراقية لأستاذ زياد السنجري شكراً جزيلاً لك